السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما تلاميذ الأعزاء نتمنى أنكم تكونوا بألف خير وتكونوا في صحة جيدة نشكركم جزيل الشكر على التعليقات الإيجابية فرحتوني بزاف إن شاء الله نتمنى أن الله تعالى يفرحكم وينجحكم وتكونوا بإذن الله تعالى من المتفوقين في الشهادة فقط عليكم بتنظيم الوقت وعليكم بالصلاة والدعاء فإنهم أمران مهمتان من أجل النجاح اليوم جبت لكم وضعيات إدماجية يعني تحتاجوها في اختبارات الفصل الثاني وممكن تحتاجوها في مواضيع الشهادة يعني ممكن يتحلكم أي موضوع من هذه المواضيع في الشهادة كما تشوفوا هنا عنا لتخافي دي زنفان هنا راح عنا دي تكست أرغومنتاتيف دي تكست أرغومنتاتيف وكما راحكم تشوفوا راح عنا أنتتر يعني لتكست تاعي يل كومنس بها أنتتر معناها أني أنا لما نقدم وضعية وللما يطلب مني أني نكتب وضعية إدماجية يعني من المستحب أني نعطي عنوان للموضوع انتاعي وللنص انتاعي من المستحب أني نعطي لها عنوان يعني في الشهادة ممكن هذا العنوان يكسبك نصف نقطة يعني نصف نقطة مش نستهزئ بها تضرب في ثلاثة راح تصبح نقطة ونصف يعني راح تفيدكم كثيرا في المعدل المهم لما يطلب منك أنك تكتب أنتكست لازم دائما يكون مرفق بعنوان كما هنا راحكم تشوفوا لتخافي ديزنفان يعني الموضوع هذا يتحدث عن عمل الأطفال راح عنا أنتكست أرغيمنتاتيف فيه لإنترودكسي فيه لديفلوبمن وكما تشوفوا راح ينديز أرغيمنت ديزنفان يعني أرغيمنتاتيف فيه لديفلوبمن وكما تشوفوا هنا نقرأكم لإنترودكسي ديزنفان يعني ديزنفان يعني ديزنفان ديزنفان يعني ديزنفان يعني يوميا هناك جمعيات خيرية أو إنسانية يعني تصرح في لوسائل الإعلام بشي تصرح اعنى راح عنا ديزنفان ليستحق عليكسي بأس كورة عنا لديpuan لديفمي لتخافي ديزنفان ايتنفليو سوCIال دونك هادي هي لاتذي انتعنا لتام الموضوع هو لتخافي ديزنفان لاتذي هي لتخافي ديزنفان ايتنفليو سوCIال يعني هادي هي لاتذي هادي هي الفكرة درuch لازم نعتقي ديزنفان باش نأكد على هادي الفكرة ونرى النغنى الناس به هادي الفكرة عند دابور يعني أولا يعني هذه الظاهرة موجودة يعني خاصة في البلدان الفقيرة خاصة بلدان العالم الثالث با غير إلى جانب ذلك أو من جهة أخرى بسبب هذه الظاهرة أو هذا الغير جيد بكثير من الأطفال يعانون نفسيا وجسديا أخيرا هذا المشكل يجب أن نختم الارغمان استعملت الكنيكتور يعني وفي الأخير هذه المشكل سيضع من المجتمع إلى غيرها كما راكم تشوفوا هنا باش ما نبقى بوغ إفتي لعيبيتيسيون باش نتفادا والتكرار ما بقيناش نعودو لتخافي دي زنفان لتخافي دي زنفان لتخافي دي زنفان عوضناه بسو فنومان من بعد سميفي ومن بعد سو بخوب يعني هادو كامل نقصدو بهم لتخافي دي زنفان كما هكالو تيكست تعيرا وانغيشي راو ثاري يعني عدد استعملت لسيبستيتيو لكسيكو هادو يعني نسموهم لسيبستيتيو لكسيكو أني كون عندي كلمة و باش نإفتي لغيبيتيسيون نتفادا تكرار يعني نعوضها بكلمات إسفريسيون بوردوني لأوبينيون استعملت عبارة باش نمد الرأي نتاعي امون افي الفو دي نانسي سوفليو يعني لازم نستنكر هادو 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 كينوي سختان من او زنفان يعني اللي راح تضر كثيرا الاطفال هنا راكم تشوفوا تكست جد مبسط الوضعيات اللي راحي جاية يعني راح تكون نفس الابروديكسيون فقط راح نغيره في الموضوع وراح نغيره فقط في عبارات طفيفة يعني راح تكون الوضعية سهلة جدا تقدروا تحافظوها فقط تغيره في الموضوع وتغيره في محتوى جد بسيط نشوفو هنا الموضوع التاني لفيولانس يعني العنف بصيفة عامة راكم تشوفوا نفس الشي شاك جور ديز اسوسياشيون همانيتر ديكلار ديز اسوسياشيون غيرنا فقط في الموضوع يعني يوميا منظمات او جمعيات إنسانية تصرح في وسائل الإعلام انو العنف افا اجتماعية دابور ce phénomène يكون 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 يعني يعني العنف كما كنا احنا تكلمنا على la العنف contre les الفان pardon على le travail des الفان يعني في هذا الموضوع قلنا يعني خصف فقط يعني يكون 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 في البلدان الفقير لكن لما نتحدث بسيثة عملة عن la violence يعني يعني في كل البلدان نقدر نلقى la violence يعني هنا deuxième argument بكو de جن صفر physiquement et psychiquement حنا في الوضعية الأولى قلنا بكو د enfان د نتكلم على العنف د نتكلم على la violence قلنا كثير من الناس يعانون physiquement يعني جسدي psychiquement نفسيا enfin ce phénomène dégrade la société كيف رأكم تشوف نفس الأفكار نفس العبارات فقط غير نا في الموضوع وفي محتوى طفيف جدا يعني يعني يصبح les gens يعني التغير جدا طفيف هنا نشوف تاني جيد عني يعني هذه la conclusion خاتمة لازم نستنكر هذه الافاة كنوي آسي راما أو زاد راما في الوضعية اللي كانت مقبل قلنا كنوي أو زن فان بسكونا نتحدثوا بصفحة مع فون بسكونا بالنسبة للإنسان والأشخاص نروح نشوف الوضعية كذلك التالة فيولنس دون الإستاد تاني نفس الشي نفس العبارات يعني تقدروا تحافظوا الوضعية فقط تتغيروا في الموضوع ويعني محتوى طفيف جدا شاك جور دي سبورتي في دي 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 يعني هنا لاعبين مقبل كانت أرغانسيان همانيتر ولا دي أرغانسيان همانيتر جمعية تغيرية ولا إنسان اليوم أصبح لس يعني الرياضيين أو اللاعبين يصرحوا في وسائل الإعلام la violence دون الإستاد يتنفلوا social دابور ce phénomène يكوستطي دون دون الإستاد دل الجيري نحددنا يعني تحددنا فقط على الإستاد en الجيري برغير جوور enfin ce problème دي جرد الاسوسيتي هيد l'argument الاخير يعني رايب قهوه هو آمون افي يفو دين انسي سفليو كنوي sans aucun دود أو سبور لكو تشوفوا التغير طفيف تقدرو يعني تستخرجو الوضعية ولا تكتبوهم تشوفوا يعني التغير جد طفيف نشوفو هنا الوضعية la violence à اجار des enfants chaque jour des associations humanitaires déclarent dans les journaux اجل الوضعية الوضعية نفس الشيء وسائل الإعلم ولا الجرائد الوضعية الوضعية اجار الوضعية اجرد الوضعية دي اجرد نفاقات الموضع دابور ce فنمان اجرد دون طول الوضعية اجرد 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 انتقر اجرد يعني اجرد تغير جدا في هذه الوضعية تقدر تحافظوهم تعرفو كيف تغيرو فقط في الموضوع يعني في الاشخاص هذا ما كان هنا la violence على اجرد الانف ضد المرأة هنا كان العنف ضد الاطفال و هنا العنف ضد المرأة chaque jour des asociations humanitaires ديكلار دون الميديا شوفوا les organ de presse les journa الميديا هم نفس شي يعني نفس وسائل اعلام والجرائد الى غيرها بوش تصرح الوسائل اعلام الميديا الى الاجرد 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 تصرح ان الاجرد 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 تنفلي الاجرد يعني غيرنا غيرنا فقط الاجرد 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 غيرنا فقط هذه العبارة يعني حسب الموضوع. هذه الوضعية الاخيرة نتمنى انه هذه الوضعيات كلها عجبتكم. هذه الوضعيات من اعداد الاستاذ احمد سالمي يعني واستاذ يحذر لكم الوضعيات ويساعد يعني كثير من التلاميذ. انا حبيت نقول لكم هذه الوضعيات ونقدم لكم مع الشرح. فقط يعني احبيت ان نبهكم انه هي هي فقط غيرنا في الموضوع الهتم وفي يعني تغيير طافيف فقط في المحتوى ولا في الاشخاص اللي يكونوا معينيين كما هنا عنا او زنفان مرات يكونوا عنا او فام مرات يكون عنا او زنفان اكس اترا. نتمنى انه هذه الوضعيات اعجبتكم هنا لتعجبكم وبالتوفيق ان شاء الله.